حلقة جديدة من بنامجكم سوشيل ستار ضيفتي اليوم هي خبيرة تجميل مغربية استقررت في الخليج وقدرت تبرز اسم ديالها باش تولي واحدة من اشهر خبراء تجميل في الخليج ضيفت هذه الحلقة الشهرات بتزينها للعرائس و للنجوم هي خديجة جودار محببك معي خديجة جودار بنامج سوشيل ستار بيخليك دي حبك الجنة إن شاء الله إذا كيف ما قدمتك أنت نجمة من نجوم سوشيل ميديا لأنك أنت ميكاب أرتيس مع وفا في الخليج إذا نخليك تقدمي راسك أكثر للمشاهدين معكم خديجة جودار خبيرة التجميل في الخليج وبالتحديد في البحرين عندي تقريبا خبرة ديال 16 سنة في المجال ديال التجميل سواء الشعار أو الميكاب وفي نفس الوقت بديت كندهر شوية شوية في المغرب بشو الله لش خسرت يا خديجة تتقريف في البحرين تحديدا ما كانش من اختياري تزوجت ولتحقت بالزوج ديالي في البحرين أنت تخدمي مع العرائس أكثر يعني معروفة بإتقانك للمكياج العرائس الحمد لله تقريبا في السنوات الأخيرة والاختصاصي فقط العرائس كان أخذ مثلا العاديات وهذا من أغلب شغلي كيكون مع العرائس كان أعطيهم نصائح من البداية وكان ديالهم عن باجت كامل من بداية العرس لنهايته يعني قبل هذه التحضيرات قبل العرس أكيد حتى كيوصل نهر للعرس تقديرهم ميكاب وتصريحة ديالهم كيبانوا بهانا على العرس أنت أيضا ميكاب أعتد للنجوم وبالأخص المغيبيات اللي هما مستقعات في الخالج هدريتنا شكونا هما الفنانات اللي تعامتي معاهم؟ بحكم أني أنا عايشة في الخالج فكيكون بالنسبة لي قريب أني نتعامل مع الفنانات طبعا هما أكتر شي الفنانات متواجدين في دبي فتعاملت مع الفنانة جميلة البدوي في كده فيديو كليب سواء كانت تصوير في المغرب أو في دبي تعاملت مع الفنانات آخرين بحرينيات خالجيات سواء كانوا ممثلات أو مغنيات أو كانوا مضيعات السوشال ميديا كيف دير علاقتك بجميلة البدوي؟ علاقتي ممتازة بجميلة البدوي يعني ما كتقتصرش فقط على علاقة ميكاب أرتست وفنانة فكان عنا علاقات صداقة علاقة زيارات تبدل زيارات فالحمد الله قلتي أنا علاقتك بجميلة ما كتقتصرش على علاقات ميكاب أرتست مع كليونت ديالاي أو نجمة وش النجوم الأخوين حتى هما كتطور علاقة كتولي وأصدقاء أو على حسب الشخص تقريبا جميع الفنانات المغربية كتطور معنا العلاقة بيننا وبينهم خصوصا نحن في الغربة كلنا وكمغربية مع مغربية فكتطور العلاقة كتر كتولي صداقة كتر ما هي مهنيا بالنسبة للفنانات الخالجيات وهذا كيكون أغلب شيء إنه مقتصر على العمل أو خلال زيارتها لعندنا للسالون أو احتياجاتها فيما يخص المهنة فقط إلا في بعض الحالات الخاصة كنلاحظوا أنك هنا منافسة بالفنانات المغربية اللي كاني في الخالج وكن واش كتكون هذيك المنافسة حتى في الميكاب أرتستيك إختار ومثلا إلا كانت شيء فنانة كتمشي عند خديجة جودا بالنسبة لي أنا ما وقع ليش بحال هكا إنه منافسة خصوصا إنه أنا في البحرين ماشي في دبي فشوي المجال إلا إلا كنت مطلوبة بالإسم فهنا فش كن حضر مثلا في دبي أو برا دبي أو في البحرين أنت قلت مستقرة في البحرين والنجمة مغربيني معروفة أنها تهي مستقرة في البحرين هي دنيا باطمة وكن المسبق لك شتعاملتي معها؟ بلا تعاملت مع دنيا باطمة في فترة يمكن قبل يمكن أربع سنوات وتعاملها في فترة طويلة تصوير حفلات سواء كانت في البحرين أو برا البحرين فكانت فترة وهي اشتغلت على المغرب أكتر ودخلت المغرب أكتر فهنا شوية تباعد الموضوع البنت ديالك هي صديقها المقاربة بما أننا كان هذو على دنيا باطمة هي صديقة المقاربة ديالحالات توق بنتي لمياء هي بعد عندها اهتمامات في الميكاب عندها اهتمامات في المجال التجميل وهذا وفي نفس الوقت في نفس الفترة اللي كانت عندنا علاقة مع دنيا باطمة صارت البنات بعد ولت عندهم علاقة مع بعضهم واستمرت العلاقة حتى في الفترة الأخيرة كانت بنتي لمياء طلعت في برنامج ريالي تشو مع الفنانة حالة ترك بحكم صداقتهم القديمة مع بعض نيت كان هذا السؤال ديالي اللي جاي على أن العلاقة ديال بنتك مع حالة توق خلاها أن تبن معها في هذا برنامج الواقع لي داس في قناة MBC ولكن هذا البرنامج جوا عليه بزاف ديالانتقادات على حالة هناك كانوا يقولوا أن البرنامج ماشي واقعي مئة بمئة وأغلبية المشاهد اللي كناك نشوفهم هم تمثيل بما أنك بنتك دخلت في هذا المعمع مع هذا البرنامج وداتت فيه يعني يعني كل الجواب عندك انتي واش كان بالصح هذاك شي تمثيل أو كانت كيمثل هذاك شي واقعي؟ أهو يعني أنا حضرت بعد تصوير بعض الحلقات في الريالي تشو فأنا كنشوفوا أنه واقعي بالنسبة للعلاقاتها اليومية مثلا مع جدتها مع أمها مع طلعاتها مع صديقاتها فيعني نفس ما كيكون في الواقع هو بس أنه مصور فيمكن الناس خدوا هاي النظرية لأنه وراء الكاميرا بس أنه على اللي شفته أنه تقريبا نفس اللي كيكون عادتها في الواقع بنتك تهيقلت دخلت في هذا الماكياج وتعلمت من الوالدة ديالها أنتي كتشجعيها أنها تكمل في هذا المصارد ديال أنها تكون ميكاب أرتيس أو لا تفضلي أنها تكمل القايا ديالها وتمشي في شي مجال بعيد على هادشي أكيد دراستها رقم واحد بالنسبة لمنك تبدأ الدراسة فالدراسة أهم شيء مما ما كيمنعش أنها تمارس هواياتها وتطور منهم خصوصا أن البنات كلهم كيبغوا الميكاب وكيبغوا الفاشن وكيبغوفها عندها مجال بين توفق بين الدراسة وبين الميكاب وما تلقاش حسن منك أنا تستفد منها وتأخذ منها ديال الخبرات مجد ديال الماكياج أكيد أنا عند المجال خصب فين أنها تعلم وتنمي الموهبة ديالها غادي نسولك على أسماء اللي هما معروفين في المغرب بالماكياج واللي هما جواد بينغو أنا أعطيك زيما تعطينا تقييم الطريق صوف الماكياج كيفاش كتجيك؟ جواد بينغو معروف ما شاء الله كيطلع ليه في الانستجرام مثلا في الاكسبلورو هذا ما كان تبعش ستيب باي ستيب داك شي اللي كيدير تبارك الله جميع الفيديوهات اللي كنشوفهم كنحس إن كيعرف كتقون كل واحدة بملامحها وبعدها وروح الفوكاهية والدعابية كتخلي إن الناس تعامل معه أكتر وتحب إن تشوف شغله ولسونك علائك في الميكاب آرتيت ميمو ما سمحيلي ما عارضش هاي الأدار حتى هو كيكون بين المغرب وكيمشي حتى الإمارات كيعمل ما عارض ما عارضش إلسونك على سونيا إنقادي سونيا إنقادي بعدها هي شفتها بعد مرات في الانستجرام ما كياجها زوين وسموكي وعندها واحد الناس اللي كيحبو هاد النوع من الميكاب ما أنك قلتي على جواب بينجو على حسب الملامح يعني كنلاحظه أخي بدون ذكر أي اسم ما كنخص شي واحد يعني ميكاب آرتيت كيلي كيتعرف بواحد النوع دي الماكياج كيبقى مركز على واحد النوعية دي الماكياج وكيديرها لجميع الملامح يعني كأي وجه كيخص بواحد النوع دي الماكياج يعني كنشوفه كنقوله هادا ماكياج فلان أو فلانا كتشوفي أن هذا أمر إيجابي بالنسبة الميكاب آرتيت أن الماكياج جاله يتعرف أو لا أنك لكل وجه طريقه في الماكياج وماشي بده نعرفه أن هذا هو الميكاب آرتيت ليصاب الماكياج هاد السيدة هو غالبا كل ميكاب آرتيت عندها أو عنده بصمة خاصة فيه فشي طبيعي أنه لما تشوفي هاد السورة غتقولي إحساسك غيوريك أن هذا الشخص هو الساحب هذا الميكاب فهذه البصمة الخاصة فيه فإلى الفنان أو ميكاب آرتيت ما عندهش بصمة خاصة فيه يعني معناته أنه عشوائي منجحش أو ما تميش بالنسبة لي لما نشوف ميكاب وحدثي يخبرني أنه ميكاب الشخص الفلاني ويطلع صح يعني معناته أنه هو في الطريق الصحيح خديجة هضرنا على الفنانات اللي في الخليج وتعامتي معهم سوء مغيبيات أو خليجيات ولكن في المغربني كتجي هنا زيارتك هناك قديجة تعاملت مع فنانات مغيبيات؟ هنا في المغرب تعاملت مع الفنانة الجميلة زينة دودية فش كانت عندها حفل في البحرين وكنت أنا في المغرب وسافرت وباش نوفق بين حفلتها ونرجع نكمل إجازة ديالي في المغرب فالحمد لله كان لقاء جميل مع فنانة رائعة وطيبة للغاية حبيت الكاراكتر ديالها حبيت بساطة التعامل ديالها وروحها طيبة وجمال وجهها بعد فكان شيء جميل اليوم تعرفت على زينة دودية وش كان الفنانة المغربية أخرى تبغي تتعاملي معها؟ أو اللي انتي كتعجبك شخصيتها وكتقولي نقدر نعطي شي ما كي يجي تناسب معها؟ بالنسبة للفنانات المغربية ما شاء الله كلهم تجبوني وكلهم عندهم مجال الإبداع فكنت منها نتعامل مع أسماء المنور مستقبلا نتعامل مع الفنانة اللطيفة فارغة تنقلوا للحمد للعسلامة وتبارك الله كيني بزاف ديالفنانات بدون حصرهم خديجة انتي أيضا معوفة للإنستاغرام كيف ما قلنا في بداية الحلقة وكتقدمي حتى نصاق إحدى الماكياج أو لك تبيني تيطوريال دي الميكاب ديالك يعني ما كتخافيش أن هذوك الأسرار دي الخديجة جودار ياخدوهم الناس من خلال هذوك شيء تقدمي في السوش الميديا بالعكس أنا كنحاول أن ندير تيطوريال مباشر لكي تبعني كي نشوف خصوصا على السناب شات أو على الإنستاغرام كنعطي معلومات كنسحح مثلا كي يعطوني استفسارات وكنجاوب كندير طرق مثلا في التساريح في الشعر كنحطي طرق من البداية للنهاية في النهاية كل واحد ولمسة إيده وطبعة إيده فممكن أنا نوريك طريقا بس هذي طلع معك أنت غير وأنا غير أنت كنشوفك جملك طبيعي ما شاء الله ولكن الخاليجيات معوفين بلوجوءهم التجميل بكتا يعني أكثر دولة معوفها النساء كي تجقول تجميل أنت معا أو ضد أننا تحافظ على جمالها الطبيعي؟ أكيد الجمال الطبيعي من الأولويات اللي خاصة نحافظوا عليه سواء في الخليج أو في المغرب كل شيء دفعك يتعطى التجميل كل شيء كيديروتوش وكل شيء كيحاول أنه يبقاك يظهر في أحسن حلة شكرا خديجة لأنه كنت ضيفة ديالي نغسيبوك على الاستضافة ونتمنى أنه في كل حضراتي كل سفراتي للمغرب نكون أحد ضيفكم محبا بك شكرا لك شكرا لك